اشتركوا في القناة ان شاء الله من مقرر جيد في الرياضية للمستوى السادس ابتدائي درس 32 تنظيم ومعالجة البيانات اربعة اوغانيزازيون اتخيطمون دوني كاتر دو على بركة الله اكتشف يمثل المخطط بالقطبان اعداد التلميذات والتلاميذ في خمسة اقسام يعني من واحد الى خمسة لان هذا هو المخطط بالقطبان الذي يبين عدد التلاميذ من اينات وذكور اضع جدولا يبين عدد الاينات وعدد ذكور في كل قسم وعدد تلاميذ بكل قسم واضح اذا هنا عدنا عدد الاينات هو باللون البرتقالي والذكور باللون الازرق اذا هذا عبارة عن مخطط بالقطبان سوف نقوم بتمثيل هذه المعطيات في جدول اذا نسبة للسؤال الاف اذا قلنا الاقسام من واحد الى خمسة وعدده الدكور ثم عدد الاينات وعدد التلاميذ يعني عدد التلاميذ مجموعة الدكور والاينات نذهب القسم الاول نشوفوش حالعدد الدكور حالعدد الاينات اذا القسم الاول هو هذا اذا عدد الدكور هو نحيض معي كانت ما بين اربعة عشر وستة عشر اذا في المنتصف إذن عدد الدكور هو خمسة عشر والإينات عددهم عشرة هنا نكتب الدكور خمسة عشر والإينات عشرة ندوز القسم الثاني عدد الدكور والإينات هنا متساويين ما بين إثنى عشر وأربعة عشر في المنتصف يعني ثلاثة عشر عددهم هو ثلاثة عشر بالنسبة للقسم الثاني ندوز القسم الثالث عدد الدكور عشرة وعدد الإينات أربعة عشر لأن عدد الدكور عشرة ثم عدد الإينات أربعة عشرة أنتا ندوز القسم الرابع عدد الدكور لاحظوا معي هنا ما بين عشرة وإثنى عشر يعني عددهم هو إحدى عشر وعدد الإينات هو ستة عشر هذا بالنسبة للقسم الرابع عدد الدكور قلنا إحدى عشر وعدد الإينات ستة عشر ثم في القسم الأخير يوم القسم الخامس عدد الدكور أربعة عشر وعدد الإينات هو إثنى عشر عدد الدكور قلنا أربعة عشر وعدد الإينات هو 12 دبا نحسبه مجموعة تلاميذ إذن الإينات والذكور 15 زائد 10 قد تساوي 25 وهنا 13 زائد 13 هي 26 10 زائد 4 14 هي 24 11 زائد 16 هي 27 14 زائد 12 هي 26 إذن هذا هو كل ما يتعلق بالنسبة للسؤال ألف ماضح؟ نضع السؤال با أمثل بقطاع دائري نسبة إينات كل قسم بالنسبة لمجموعة الإينات في الأقسام الخمسة إذن أطفالي نريد أن نضع تمثيل دائري لنسبة الإينات نعلم أن نسبة الإينات تساوي الجزء على الكل إذن شنا هو المجموعة بعد أول نحسب مجموعة الإينات في جميع الأقسام نحسب النسبة المئوية لكل قسم ونضع قياس الزوايا إذن كتبنا مجموعة الإينات في جميع الأقسام يعني جميع الأقسام يعني 10 زائد 13 زائد 14 زائد 12 إذن سنحسبه 6 زائد 14 و 3 زائد جوش خمسة إيا 15 إذن نضيله خمسة نتعفضه بواحد واحد جوش ثلاثة ربعة خمسة وواحد إيا إذن مجموعة الإينات في جميع الأقسام 165 أُنثى واضح؟ إذن 65 أُنثى أو 65 أُنثى تنميدة إذن دبنا نضع القسم الأول إذن قلنا نعلم أن نسبة المئوية كتساوي الجزء على الكل واضح؟ إذن أي عدد الإينات في القسم اللي هو عشرة فبالنسبة للقسم الأول سنضربه في النسبة المئوية وهي مئوية ونقسمه على مجموع التلاميذ اللي هو بالنسبة للعدد الإينات واللي هو 65 واضح؟ إذن قلنا 10 في 100 مقسومة على 65 تعطينا بعد الحساب الآلة الحاسبة أطفال وعطيكم 15.38 في المئة 15.38 وباش نعرف قياس الزاوية دائماً كنضربه هذه النسبة في 360 ونقسمها على 100 كما درسنا سابقاً في الحساس السابقة لأن 15.38 في 360 مقسومة على 100 بعد إجراء العملية أطفالي أقدر بصور مصرات خمسة وخمسون فاصلة 37 اضر هذا النسبة المئوية بالنسبة للقسم الأول منضر القسم الثاني ونكمل النسبة المئوية وقسمنا على خمسة وستين اعطتنا تلتاش دربنا في مئة اعطتنا عشرين واضح اعطتنا عشرون في المئة بعد اجراء العملية الحسالية درنا عشرين هنا هذا مجموعة نسبة المئة وهنا قياس الزاوية نضرنا عشرين دربنا في تلتمية وستين وقسمناها على مئة اعطتنا اثنين وسبعين درجة لان هذه هي قياس الزاوية بالنسبة القسم التاني وهو القسم التالي اللي هو مجموعة الانات هو اربعة عشر وهذا اربعة عشر اربعة عشر دائما في مئة مقسومة على مجموعة الانات اللي هو خمسة وستون بعد اجراء العملية اعطتنا واحد وعشرون فاصلة اربعة وخمسون في المئة اذا قضيت لكم ثلاثة وخمسون اولها خمسة وخمسون على حسب الحسيبات اذا كنت لا تضبروش بزث اذا واحد وعشرون فاصلة اربعة وخمسون في المئة اذا اجراء هذا واحد وعشرون فاصلة اربعة وخمسون في المئة او نضربوها في تلتمية وستين وقسموها على مئة واضح بعد ما درنا العملية الحسابية خرجت لنا 77.54 درجة 77.54 درجة هذا هو قيس الزوية بالنسبة للقسم الثالث نتبه لعدد الاينات هذا القسم الرابع اللي فيه 16 تلميذة دربناه في 100 وقسمناه على 65 اعطتنا 24.61 في المئة دربناه في 300 وقسمناه على 100 باش اعطيناه قياس الزوية لانبعد اجراء العملية في الالة الحاسبة دربناك اتساوي 88.59 او لا 60 كل واحد شنو غير يخرج ليه واضح 88.60 درجة عفون ندوز القسم الخامس قسم الخامس قلنا فيه 12 انتا تنميذة ندرنا 12 في 100 ونقسمه على 65 خرجت لنا 18 فاصلة فاصلة واربعون هذه النسبة المئوية بنسبة الاينات ونضربوها 18 فاصلة ستة واربعون ونضربوها في 360 وقسموها على 100 خرجت لنا 66 فاصلة 45 في عفونا 45 درجة هذا قياس الزوايا هذا ندوز نمتلو هاد القياسات في دائرة اذا هاد هي الدائرة دائما نرسمو نحضلو هاد الشعاع نسمو كيفما بغينا ناخدو اي اتجاه ونمتلو القسم الاول اللي قلنا القياس ديالو 55.37 55.37 اذا ناخدو المنقالة على هات الشكل ثم نقضو وضع نحسبوه 55 010 هاية 50 55.37 ثم نفضل نعم نحصلو بين هادين النقطتين على هات الشكل ثم هادي قلنا القسم الاول في 55.37 سبعة وثلاثون درجة ندوزو القسم الثاني في 72 درجة اذا غن نعبرو من هنا او تاني مشي ما غنبدو من هنا غن نعبرو من هنا ناخدو القياس هنحسبوه 72 70 70 71 72 جاتنا هنا 72 7 71 72 سبعون هنا ونصيلو هاد نقطة سيل على هات الشكل ثم هادا هو القسم اثنان قلنا ب 72 درجة ندوزو القسم الثالث اللي هو 77 فاصلة 54 درجة دائما فنناخدو دائما القياس هاد الزاوية بحال هكذا نكمل ونعبرو 77 اذا سبعين 75 ناخدو معي اقرب لكم باش تشوفو 75 75 76 77 77 ونصي هادا هو ما بين 77 و 78 وواضح نقولنا 75 76 77 ونصي هنا في هادي هادي النقطة ثم هنصيلو بيناتهم وغنديرو القسم ثلاثة اختبوالي القسم ثلاثة ب 77 فاصلة 54 درجة قد الكسم الرابع اللي هو 88 فاصلة 60 درجة 88 فاصلة 60 درجة نغن ديرو دائما كنناخدو القياس من اخر زاوية اخدناها كنعبرو لهاد الشكل 80 85 86 87 88 80 60 يعني كل نصف يعني هنا لهاد الشكل ثم نصل ديرو اختبوالي اختبوالي هذا قسم الرابع الرابع ب88 فاصلة 60 درجة قدنا القسم الخامس ثم القسم الاخير في 66 فاصلة 45 نحن نغن عبره واش كي ساوينا فعلا هات 66 فاصلة 44 درجة هنا اذا لاحظوا معي نضبطو جيدا اذا هنا لاحظوا معي اذا هاي عندنا 60 هاي 65 66 اذا صحيح للقسم الخامس خمسة في 66 فاصلة 45 درجة لان هذا هو التمثيل ديال هاد بنسبة المئوي ديال الانات بنسبة جميع الاقسام في مخاطط دائري مواضح هذا كل ما يتعلق بالسؤال باء ثم نمر الى السؤال جيم امثله بقطاع دائري نسبة تلاميذ ونسبة تلميذات قسم خمسة اذا هنا نسبة التلاميذ والتلميذات في القسم خمسة اذا هذا سؤال جيم اذا هذا هو القسم خمسة عدنا نسبة نسبة تلاميذات اولا الدكور هي تلاميذات اربعة عشر ونسبة الانات هي اثنى عشر اذا اولا شنو غنديرو غنوضعو عدد تلاميذات في القسم خمسة اللي هي بناء اثنى عشر زائد اربعة عشر كتتاوي الناس ستة وعشرون اذا دائري نسبة تلاميذ نسبة تلاميذ دائما نقول الكل اذا هي اربعة عشر في مئة على ستة وعشر اللي هو مجموع التلاميذ اذا اربعة عشر في مئة مقصوم على ستة وعشرون بعد اجراء العملية في الالحاسبة خرجت لنا تلاتة وخمسون فاصلة خمسة وتمانون في المئة هذه نسبة التلاميذ لبقية الزاوية ندرها الثلاثة وخمسون فاصلة خمسة وتمانون ندربها في 360 وقسمها على مئة ستخرج لنا مئة وتلاتة وتسعون فاصلة ستة وتمانون درجة هذه قياس الزاوية بالنسبة لعدد التلاميذ القسم خمسة ندربها نسبة التلاميذ هي قلنا اثنى عشر ندربها في مئة ونقسمها على ستة مجموع التلاميذ بالنسبة لقسم خمسة خرجت لنا ستة واربعون فاصلة خمسة عشر في المئة اذا هات ستة واربعون فاصلة خمسة عشر في المئة ندربها في 360 ونقسمها على مئة خرجت لنا مئة وستة وستون فاصلة أربعة عشر واضح اذا هنا هنمثل هاد هاد النسبات في مخطط دائري اذا مخطط دائري وهذا دائما ناخد واحد شعاع لهذا الشكل ونحسب قياس الزاوية الأولى وهي قلنا 193.86 درجة اذا ناخد هنا ونحسب اذا مئة وتمانون مئة وتمانون هنا اذا هنا اطفال هنحاول نخدم هاد مئة وستة وستون هي اللولى حمس هذي فيتا مئة وتمان درجة هذي نصعبة في الرسم هنحاود نرسم هاد النسبة المئوية دي التلميذات هي مئة وستة فاصلة اربعة عشر اذا نحسب من هنا مئة وستون مئة وخمسة وستون مئة وستة وستون فاصلة اربعة عشر اذا مئة وستة وستون غجي هنا واضح غجي هنا ثم نصل هذه النقطة مع مئة 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 نسبة التلميذات هنا نحن عدد التلميذات بالنسبة لهذا القطع وما تبقى هنا فهو للتلاميذ نقلنا التلميذات بمئة وستة وستون فاصلة اربعة عشر وقياس التلاميذ هنا بمئة وثلاثة واتسعون فاصلة ستة وتمانون درج راضح هذا هو التمثيل الدائري بالنسبة لهذا التمرين جيم ثم سؤال ذال أمثل بمخطط عصوي اعداد تلاميذ الاقسام الخمسة دون تميز الاينات عن الضكور اذا هنا لدينا المخطط العصوي اذا على شكل عصى هنضروا مخطط على شكل عصى ومثلوا فيه نسبة تلاميذ الاقسام الخمسة يعني في جميع الاقسام الخمسة دون تميز يعني الاينات والذكور اذا هنحسبو اولا مجموع التلاميذ بالنسبة القسم الاول هو خمسة وعشرون القسم الثاني ستة وعشرون قسم ثالث اربعة وعشرون قسم الرابع سبعة وعشرون ثم القسم خامس ستة وعشرون اذا المخطط هو على هذا الشكل دلنا فيه عدد التلاميذ والاقسام اذا عدد التلاميذ من سفر الى ثلاثون ثم لان اكبر عدد هنا هو سبعة وعشرون والاقسام من واحد الى خمسة اذا في القسم الاول لدينا مجموعة تلاميذ خمسة وعشرون اذا خمسة وعشرون هي على هذا الشكل من هنا حتى هنا هذي خمسة وعشرون مخاطط بالاعمدة على شكل عمود اذا نصيل بناتهم هذا الشكل اذا هذا هو التمتيج بالنسبة القسم الاول القسم الثاني وعشرون ستة وعشرون اذا هنا خمسة وعشرون هذي ستة أنا قسمتها ما بين خمسة وعشرون وثلاثون على اربع تقسيمات انا خمسة وعشرون ستة وعشرون سبع عشر تبع عشر وثلاثون اذا هنا ها هو القسم الثاني اذا ستة وعشرون جات في هذه النقطة هنا واضح ثم اصل بين هاتين النقطتين هذا هو التمتيج بالنسبة القسم الثاني ومدوث القسم الثالث تلميذا وتلميذة قسم الثالث هنا اتنا عشرون واحد وعشرون اثنان وعشرون تلاتة وعشرون اربعة وعشرون اذا اربعة وعشرون جات هنا هذ النقطة هذي اذا ثم اصل احصل على خط عمودي قسم الرابع فيه سبعة وعشرون تلميذة وتلميذة اذا القسم الرابع اذا ستة وعشرون هنا 25 26 27 27 جات هنا في هذه النقطة ثم القسم الخامس فيه 26 26 بحاله بحال القسم الثاني واضح؟ ثم القسم الخامس فيه 26 ثم قسم الخامس فيه 26 أطفالي هذا هو التمثيل بالعامود أو يخطط عصاوي على شكل عصى نسبة لمجموعة التلاميذ والتنمذات في الأقسام كلها من 1 إلى 5 نجد الثمارين أولا السؤال ما مجموعة للإنث في الأقسام الخمسة؟ إذن مجموعة للإنث درناه مصابقا هو 65 تنمذة لماذا؟ لأننا درنا لاحظوا معي هنا درنا 10 زائد 13 زائد 14 زائد 16 زائد 12 اللي اعطلتنا تسوي مجموعة للإنث هو 65 أولا تنمذة واضح؟ إذن 65 أولا ومجموعة للإنث في الأقسام الخمسة إذن هذا كل ما يتعلق بالنسبة لأكتشف النسبة التمرين الأول دوزو التمرين الثاني يمثل المخطط العصوي درجة الحرارة المتوسطة خلال شهور الستة لإحدى السنوات وننظم في جدولين بيانات المخطط العصوي إذن هذا هو المخطط عندنا الشهور الستة من يناير إلى يونيو ودرجة الحرارة من سفر إلى خمسة وعشرون درجة فمثلا في يناير درجة الحرارة لاحظوا معي هنا ما بين سبعة وتسعة درجة الحرارة في المنتصف إذن ثمان درجات إذن باش ننظم هذه البيانات في جدول هذا هو جدول إذن في شهور السنة يناير فبراين مارس أبريل ما يونيو ثم درجة الحرارة إذن درجة الحرارة بالنسبة ليناير قلنا هي تمان درجات ما نكتبه هنا تمانية ثم فبراير ما بين تسعة و إحدى عشر يعني في المنتصف تسعة عشر درجات فبراير عشرة مارس تلاتة عشر أبريل كم درجة الحرارة في أبريل أبريل ما بين تسعة و عشرين إذن عشرون إذن أبريل درجة الحرارة هي عشرون ثم ماي واحد وعشرون و يونيو ثلاثة و عشرون إذن ماي يونيو واحد و عشرون درجة و يونيو ثلاثة و عشرون درجة إذن هذا هو تنظيم هذه البيانات في الجدول ندوزوا السؤال باء هل عرفت هل عرفت درجة الحرارة تزايد المستمر من شهر لآخر؟ إذن هنا هل عرفت درجة الحرارة تزايد المستمر من شهر لآخر؟ يعني لاحظوا معي من شهر يناير و غدا الفبراير المارس أبريل المايون هي في تساعد مستمر إذن في تساعد متزايد إذن هنا مش هنكتبوا الجواب هنكتبوا لقد عرفت ليس بس ألباء لقد عرفت لقد عرفت درجة الحرارة تزايدا مستمرا من شهر لآخر لأن طول الأعمدة في تساعد أن طول الأعمدة في تساعد متزايد كذلك واضح؟ لأن طول الأعمدة لاحظوا معي هنا طول الأعمدة في تساعد متزايد واضح؟ قلنا لقد عرفت درجة الحرارة تزايدا مستمرا من شهر لآخر لأن طول الأعمدة في تساعد متزايد نزل السؤال جين ما الشهور التي عرفت درجة الحرارة أقل من عشرة يعني أقل من عشرة ونشوفها من خلال هذا الجدول لقل من عشرة هو شهر يناير بتمانية إذن الشهور التي عرفت درجة الحرارة أقل من عشرة هو يناير عشما قلنا نشفة برايح يعطينا أقل من عشرة وقلنا أقل أو يساوي قدرون تجدو فبراير وقلنا أقل من عشرة عندنا شهر واحد اللي هو يناير سؤال عفوا باء جي ما تكون هدا سؤال ها ماشي باء هما غلطين ما الفرق هو في درجة الحرارة بين الشهر الأول والشهر السادس من هذه السنة إذن الفرق بين درجة الحرارة بين الشهر الأول وهو تمانية والشهر السادس وهو تلاتة وعشرون إذن شنو عن ديره؟ الفرق في درجة الحرارة بين الشهر الأول والشهر السادس هو نقص منها ثمانية درجة لي في الشهر الأول لاحظوا ثلات وعشرون نقص ثمانية كتساوي لنا الفرق بيناتهم هو خمسة عشر درجة واضح؟ إذن هذا هو الفرق بيناتهم وخمسة عشر درجة إذن هذا كل ما يتعلق بالتمرين الثاني نمر إلى التمرين الثالث يمثل القطاع الدائري جنسيات مرتدي منتجع سياحي وعددهم مئة وعشرون سائحا مئة وعشرون هو مجموع هذا السياح من كل جنسيات عندنا سياح مغاربة وإسبان وألمان وفرنسيون أحسبوا عدد سياح من كل جنسياتين إذن باش نحسبوا عدد سياح من كل جنسية عندنا المغاربة والإسبان وألمان وفرنسيون أشنو غندروا أولا؟ إذن هنا غندروا أولا عدد سياح المغاربة إذن عدد سياح المغاربة هو أشكي ساوي لنا مجموع السياح اللي هو مئة وعشرون في سبعون اللي هي النسبة المئوية ديال المغاربة مقصومة على مئة واضح؟ مقصومة على مئة كم تساوي؟ إذا قدرنا الآلة الحاسبة غدخلنا أربعة وثمانون سائحا هذا بالنسبة لعدد سياح المغاربة ولا باش تبسطو أكسا إذن عددنا نجو أصفر وهنا عددنا نجو أصفر غنبسطو بهم غنضربه إثناء عشر في سبع أصفرنا أربعة وثمانون عدد سياح الإسبان كذلك غندروا مجموع السياح الكامل غنضربه في النسبة المئوية للإسبان اللي هي خمسة وغنقسمها على مئة كم تساوي؟ بعد إجراء العملية غتساوينا ستة سياح واضح؟ ستة سياح هذا بالنسبة لإسبان نزول الألمان كذلك غندروا لهم مئة وعشرون نضربهم في خمسة ونقسمهم على مئة حتى وما عدم خمسة في في المئة من نسبة المئوية دي العدد السياح ديالهم اللي هو كي ساوي تاوبا كذلك ستة سياح نزول السياح الفرنسيون عدنا مئة وعشرون نضربهم في عشرون اللي هي نسبة المئوية دي العدد السياح ونقسمهم على مئة إذن مئة وعشرون في عشر مقسم على مئة كتساوي لنا أربعة وعشرون سائحا ولبسطنا الحساب سنقوم بحديد أسفر مننا سنقوم بحديد أسفر مننا وتعطيب لي إثنى عشر في إثنانية أربعة وعشرون سائحا لأن هذا كل ما يتعلق بالنسبة للسؤال ألف ستة سؤال باء ومثلوا بمخطط بالقطبان عدد سياح من كل جنسية عدد سياح من كل جنسية هنمثلهم بمخطط بمخطط بالقطبان يعني بالقطبان هنمثلوا عدد سياح للكل جنسية هنمثل هذا هو المخطط بالقطبان هنمثلنا عدد سياح هنمثلنا جنسيات السياح هنا جنسيتهم وهنم عددهم اذا هنا من 0 حتى 90 عدنا اكبر عدد هو 84 و ندرنا اسويح المغاربة والاسبان والالمان والفرنسي مخاطط بالقطبان على هذا الشكل هذا كيشبه الشكل التمنين الاول عدنا المغاربة و نشحل من سائح عدنا 84 سائحاً هنا عدنا 80 هنا 85 و نجي 84 و ندروا مخاطط بالاعمدة 84 على هذا الشكل هذا مغاربة و استخدامهم باللون الازرق واضح حينت عدنا المغاربة باللون الازرق و هنوضنهم باللون الازرق هذا هو مخاطط بالقطبان دوسوا السياح الاسبان هي استخدام ستة ساعة ستة يعني هنا مبين هنا يعني هنا كنفضل برصة هذي لان عندهم ستة هنصلوهم بمخطط بالاعمدة عندهم ستة هما والاسبان والالمان كذلك يعني بحال بحالة طوام ما غنضيرو لهم ستة وغنطلو مجرش به هده كبير نقص منه إذا هنا غنطلو نقصة الاسبان بالاسفر ثم غنطلو الألمان باللون البرتقالي بعد ما لوننا الألمان باللون البرتقالي بقونا الفرنسيون باللون الأخضر لعددهم 24 سائحا إذا هنا غنطلو 24 سائحا هتكون هنا هاد النقطة هادي ثم غنطلو من هات الشكل واللونهم بالأخضر إذن اللونهم بالأخضر إذن هذا هو التمثيل بمخطط بالقطبان لكل جنسية واضح ندوز السؤال الجيم غادر عشرون مغربيا المنتجة أمثلو بمخطط دائري نسبة كل جنسية إذن عدنا مجموع قلنا السياح المغاربة هو أربعة وتمانون إلا غادرهم عشرون يعني أربعة وتمانون ناقص عشرون سائحا إلا بس نحسبو أمثلو بمخطط دائري نسبة كل جنسية إذن قلنا عدد سياح المغاربة المتابقون أو الباقون هي أربعة وتمانون ناقص عشرون ساوي أربعة وستون هنا عدد السياح المتابقون يعني اللي بقوا لنا في السياح العددهم قدرنا مئة وعشرون نقص نقصنا منها عشرون دي المغاربة اللي غادرونا واضح كتساوي مئة سائح اللي بقوا إذن نسبة المغاربة السياح هما عندوا أربعة وستون في مئة هي أربعة وستون في المئة واضح ونسبة السياح الإسبان ستة في مئة هي كذلك ستة في المئة ونسبة السياح المان كذلك ستة في المئة ونسبة السياح الفرنسيون هي اربعة وعشرون في المئة لهي اربعة وعشرون في المئة واضح ثم لبغا نعدنا النسب المئوية غنحسبو قياس الزاوية دي الكل جنسية مغاربة واسبانو المان وفرنسيون اذا قياس زاوية دي المغاربة هي اربعة وستون ضربناها في Website 320 فعودة المغاربة وستين على 100 فعودة Woods بعد اجري العملية خرجتنا مئة وثلاثون فصة أربعة نسب القياس الزاوية دي الكل جنسية دي البغا يوجد بحثون قياسه لبغا نعم做 لهي اوسبانو الأ nineteen diferente ذهبنا credit in support esqu stol المان كذanni بالنسبة القياس الزاوية للا Certainly في السياح الفرنسيين ي תكمそれعين 64 bait دريبناها في Casa projector ويقاس في Titanic اذا هاد الزوايا غنمتلوهم بمخطط دائري لهاد الشكل اذا هدا هو المخطط اختيت انا هاد مخطط هادا واضح ناخدو المنقلة وغنمتلو النسب اللي عندنا في هاد الخانة اذا هاد نسبة الاسبان والالمان ثم الفرنسيون نخلو نسبة المغاربة هي اكبر نسبة اذا نسبة الاسبان هي 21.6 اذا دائما نستعملو المنقلة وغنمتلو اذا لاحظوا معي سفر عشر عشرون اذا الواحد وعشرون هي هادي ما بين الواحد وعشرين يعني هنا لها الشكل هذا وغنمتلو بين هاتين النقطتين على هات الشكل باش تبلكم تبا واضح اذا هادي هي واحد وعشرون اذا هادي نسبة الاسبان اكتبوا لها الاسبان بواحد وعشرون فاصلة ستة ندوزو نسبة الالمان تهي كذلك واحد وعشرون فاصلة ستة اخذو القياس من هنا وغنعبرو واحد وعشرون عشرون واحد وعشرون هنا كذلك هنا وغنسترو كذلك ها هي نسبة الالمان ثم نسبة الفرنسيون بستة وتمانون فاصلة اربعة اذا ستة وتمانون وغناخدو دائما هنا كنديرو على هات الشكل وغنحسبو ستة وتمانون هنا خمسة وتمانين ستة وتمانون يعني فهذه البلاسة هاتي وغنصيلو احنا الاسبان الفرنسيون عفوا قلت لنا هنا نسبة المغاربة بمائة وثلاثون فاصلة اربعة درجة اذا واضح هذا كل ما يتعلق بالتمرين الثالث ثم نمر الى التمرين الرابع والاخير يبين المخطط كتلة طفل حسب سنه اذا هذا هو المخطط عندنا الطفل من السفر سنه الى عشر سنوات وكتلته من السفر الى ثلاثون كيلو جراما اذا ما كتلة الطفل عند ولادته اذا عند ولادته يعني سيكون عنده سفر سنه عند ولادته اذا كتلتها هي اربعة كيلو جرام كتلة الطفل عند ولادته هي اربعة كيلو جرام اذا كتلة الطفل عند ولادته هي اربعة كيلو جرام واضح إذن كتلة الطفل لما بلغ عشر سنوات إذن عشر سنوات كتلة الطفل هي تلاتون كيلو جرام إذن هنا عشر سنوات هنا تلاتون كيلو جرام إذن كتلة الطفل لما بلغ عشر سنوات هي تلاتون كيلو جرام واضح إذن سؤال جيم متى كانت كتلة الطفل خمسة فصلة ثمانون كيلو جرام إذن إمتى كانت كتلة الطفل إذن نشوفه هنا خمسة فصلة مئة إذن قريبة الستة إذن عندما كان سنه تقريبا سنة واضح؟ واضح إذن عندما اقترب سنه من سنة نكتبه هنا السؤال جيم عندما اقترب سنه من سنة واحدة إذن هذا هو الجواب على سؤال جيم عندما اقترب سنه من سنة واحدة السؤال دال هل قتلة الطفل تزيد أم تنقص مع تقدمه في السن؟ نلاحظوا معي هنا كتلة الطفل في تزايد لاحظوا في تزايد كبير إذن كتلة الطفل تزيد مع تقدمه في السن إذن نكتبه كتلة الطفل تزيد مع تقدمه في السن واضح سؤال هل تزيد في تقدم السن؟ لأن نلاحظوا معي هنا عندنا هذا المخطط بالأعمدة غادوا في تساعد مستمر ننظموا بيانات المخطط في جدول يعني هذة البيانات هذو قندرهم في جدول إذن قندروا السن بالسنوات في فوق قندروا كتلة بالكيلوغرام إذن على هذا الشكل هذا السن بالسنوات يعني من واحد إلى عشرة وثم القتلة بالكيلوغرام عندما كان الطفل عمره سنة واحدة وضنه سنتين وزنه ستة كيلوغرام ثلاث سنوات عفواً لا نخصنا ندروا السفر هلو لا عفواً شو مشكلة ندروا سنة سنة هي عندما كان سنة هي ست سنة أي ست كيلوغرام عندما كان سنتين وزنه 12 كيلوغرام واضح؟ وزنه 12 كيلوغرام هنا نخصنا ندروا نجد واحد الخانة هنا هي سفر سنة لغا ندير فيها 4 كيلو جرام واضح؟ إذن قلنا عندما كان سنه سنتين عنده 12 كيلو 3 سنوات 14 كيلو جرام 4 سنوات كتلته 16 كيلو جرام 5 سنوات كتلته 20 كيلو جرام 6 سنوات كتلته 22 7 سنوات كتلته 24 8 سنوات كتلته 26 9 سنوات كتلته 28 ثم 10 سنوات كتلته 30 كيلو جرام إذن لاحظوا معي هناك تزايد بكتلتين يعني بجوش كيلو في نسبة كل سنة إذن أطفالي هذا كل ما يتعلق بهذا الدرس كنتمنى إن شاء الله الاستفادة للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر